بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بكم على قناة STC ومع الحلقة رقم 11 من سلسلة التحليل الفني لأزواج العملات على البيناري عنوان محاضرة اليوم التحليل الفني من يوم 15-29-21 حتى يوم 17-29-21 على زوج العملات يورو دولار كما هو مبين على الشرط عندي استمر الصعوط الاتجاه في هذا الزوج من العملات من يوم 19-28-21 حتى يوم 29-20-21 حيث كل شمعة من الشموع التي أمامي تمثل يوم تداولي كامل لو تلاحظ أن جميع الشموع في 11 يوم خضراء شرائية كده أنا عندي 11 شمعة ب11 يوم وطبعا هذا الاتجاه ظل صاعدا لو تلاحظ على الشرط أن جميع الشموع في 11 يوم خضراء شرائية فيرانية ما عدا شمعة واحدة تصحيحية جاءت يوم 25-28-21 طيب تعالوا مع بعض نحلل هذه الحركة الصعودية تحليلا فنيا في ضوء نماذج الشموع اليابانية عندما بدأ الاتجاه في الصعود كان عندي نموذج الاختراق بيرسينج باترن هذا نموذج نمط سعري عاكس للاتجاه الهابط فهو يعكس الاتجاه من هابط إلى صاعد وهو كما نلاحظ على الشرط مكون من شمعتين الأولى حمراء طويلة ثلاثة شمعة خضراء أقل منها في الطول سعر فتح الشمعة الخضراء الثانية مساويا تقريبا أو في مستوى أقل من سعر إغلاق الشمعة الحمراء الأولى وسعر إغلاق هذه الشمعة الخضراء الثانية في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى وهذا هو نموذج الاختراق المثالي بيرسينج باترن مودل العاكس للاتجاه من هابط إلى صاعد هذا النمط يشبه الحصار الصاعد أو النموذج الابتلاعي الشرائي من حيث أن كلاهما عاكس للاتجاه من هابط إلى صاعد لكن يوجد بينهما اختلاف في الشكل لو تلاحظ على الشرط استمر السعر في الصعود من خلال هذا الاتجاه الصاعد وساعد ذلك الصعود تكون نموذج بيرسينج باترن عند منطقة دعم قوية كده أنا عندي نموذج انعكاسي بيرسينج باترن ومنطقة دعم قوية عشان كده استمر هذا الاتجاه الصعودي القوي للأسعار لما وصلنا اليوم ستة وعشين تمانية عشرين وواحد وعشرين حصل عندي نموذج انجالبينج باترن بعد الشمعة التصحيحية مما يؤكد ويدعم استمرار الاتجاه في الصعود حيث هذا النموذج الابتلاعي الشرائي او ما يسمى بالحصار الصاعد الشمعة الشرائية ابتلعت تماما شمعة التصحيح الحمراء مما يؤكد ان المشترين لا زالوا يسيطرون على السوق وان الغلبة والتفوق والسيادة والقيادة لهم عشان كده استمر الاتجاه في الصعود حتى يوم اتنين تسعة عشرين واحد وعشرين حيث اغلق السوق ذلك اليوم على شمعة تسمى النجمة الطائرة شوتينج ستار وهي شمعة عاكسة للاتجاه من صاعد الى هابط ادى الى انعكاس الاتجاه في الجلسة التالية وتحول هذا الاتجاه من صاعد الى هابط ابتداء من يوم تلاتة تسعة عشرين واحد وعشرين وحتى وقتنا هذا وقت تسجيل هذه الحلقة يوم السبت تمنتاشر تسعة عشرين واحد وعشرين اما عن كيف حدث هذا الهبوط في الاسعار فهو ما سوف نتعرف عليه في اللقاء التالي الى ان القاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني اشتركوا في القناة